السلام عليكم أزول في اللون مرحبا بكم ناس الجياسكا الذي أمامكم أنه نهاية عقد أو فسخ عقد بين إدارة شبيب القبائل والمدير العام أو المناجر العام لفريق شبيب القبائل وموبيليس تنهي مهامه أخبار تقول بلي دودان الأقرب لخلافته دلونا لايك على الفيديو وابوني في القناة وتركونا تعليق هنا أمامكم أو الأرتيكلي باته نبلغ أنصارنا الأعزاء أن قرار الانفصال عن مديرنا العام قد تم اتخاذه اليوم وبعد مناقشاته ربما وتقييم دقيق أفادتنا أننا وجب علينا التغيير ضروري لصالح النادي عاونا أمامكم البيان خلاص الكلام أنه شكره وقال لك فسخنا العقد بينه لصالح النادي هذه اللي خرجت والقرار الذي خرج أنهم ربما زافور هو أول المغادرين من إدارة شبيب القبائل ربما كي الأمور ستحدث مستقبلا هنا لما تفسر قال لك هنا إدراكنا لخيبة الأمر راح نرجع للنتاج الإيجابية غيركم أصبروا علينا فقط هنا تفسير فقط تحليل مجرد تحليل ورأينا الخاص باللي ربما راح يكون هناك أمور جديدة في النادي إن شاء الله يا رب العالمين ربما راح يكون هناك تغيير على مساوى الإدارة أو بعض اللاعبين اللي عندي واحدة خبر باللي كينزوج لاعبين ربما راح يتم التضحية بهم راح تكون هناك تضحية بلاعبين لما يكون عندنا الخبر الصحيح راح نوافقكم باللاعبين شكون هما نتمنى التوفيق لشبيب القبائل نحن راح ننتظر فقط في قرارات حاسمة راح تكون لمصلحة النادي المهم سيكون هناك إن شاء الله جديد في المستقبل العاجل إن شاء الله يبدو أنه معلومات تقول بل دودان الأقرب لخلافة إبراهيم زافور والكل ينتظر في عودة دودان إلى بيته بيت شبيبة القبائل والكل يدعم هذا القرار الأنصار كلهم مع عودة دودان إن شاء الله لايك على الفيديو أبوني في القناة وتركونا تعليق عن مستجدات أخرى إن شاء الله سنوافقكم بها في فيديوتنا اللاحقة في فيجي أسكا إن شاء الله تفرج وفقط سلام حافظي